السلام عليكم كيف حالكم يا رابش اخباركم how are you good morning students yes we will talk about page number 65 please open your book page number 65 في عندنا هونا reading فقرة reading how smart is smart خلينا نقرأ الأسئلة الموجودة باللون الغامق الغامق الأسود الغامق بعدين نبلش بالفقرة يلا how old were you when you walked for the first time طبعا نحن بحكي نحن كم كان عمرك عندما مشيت لأول مرة how old were you when you first went to school كم كان عمرك عندما ذهبت إلى المدرس لأول مرة was there anything special that you did before your classmates إذا هون بحكي لأ هل بحكي لك هل كان was there هل كان هناك أي شيء anything special خاص فعلته قبل زملائك في الصف عندنا الدرس اسمه How smart is smart Okay How smart is smart Okay How smart is smart How smart is smart How smart is smart You might be a smart student يعني ايش لقد ايه قد تكون You might يعني قد قد تكون Be a smart student قد تكون ايش طالبا ذكيا But how do you compare with other children in history لكن كيف حال الاطفال الاخرين في التاريخ Okay But how do you compare with other children in history اذا لكن كيف تقارن compare تقارن استخدم القلم كيف ايش تقارن with other children اطفال اخرين in history في التاريخ باطفال اخرين في التاريخ Most of us grow up doing the same things at the same times بعض المعظمنا يكبر وهم يفعلوا نفس الاشياء في نفس الاوقات Most of us نعم عظمنا grow up يكبر Doing the same يفعل نفس الاشياء same يعني نفس thinks الاشياء at the same times في نفس الاوقات same times يعني نفس الاوقات We walked when we were about one We walked when we were about one year old اذا هنا مشينا عندما كان عمرنا سنة واحدة We talked when we were two وتحدثنا عندما كان عمرنا في الثانية We started school when we were five وبدأنا المدرسة عندما كان عمرنا في الخامسة And we will complete high school when we are 18 وايش وسنكمل المدرسة الثانوية عندما نكون في السن الثامنة عشر Some children started doing things much earlier though بعض الاطفال يبدأون ايش بعض الاطفال يبدأون في فعل الاشياء قبل ذلك بكثير these people are called child طبعا هاي احنا وين وصلنا احنا these people are called child prodigies اوكي هادال بيسموهم اطفال المعجزة هؤلاء الناس يسميهم طفل prodigies اللي هو طفل المعجزة طفل المعجزة هي يسمى prodigies معجزة طفل المعجزة رح نتوقف وانا يا رابع بعدا رح نكمل ان شاء الله باقي الفقرة في باقي الفيديوهات الاخرى تكمل عافية